ترقب يجمع الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في الثامن عشر من كانون الأول نهاية العام الجاري والتي ستكون أول انتخابات محلية تجرى في العراق منذ عام 2013 وبعد أن باشرت المفوضية العليا للانتخابات بجدول العمليات الخاضع لمعايير دولية واستعدادات شملت مشاركة ربع مليون موظف في يوم الاقتراع باتت الأنظار متجهة نحو الشكل والمضمون التي ستكون عليه التحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات سيما بعد أن أعلنت المفوضية البدأ بتسلم طلبات تسجيل تلك التحالفات مراقبنا وصفوا العملية الانتخابية المقبلة بالمهمة جدا على صعيد سياسي وشعبي نظرا لأهمية مجالس المحافظات ومن ناحية أخرى تتعلق بتركيز القوى السياسية التي يرى محللون أنها ستكون الأكثر وضوحا في ورقة التكتلات الجديدة والتي تنبئ بخارطة سياسية جديدة تتجه الأنظار أيضا إلى مصير مشاركة التيار الصدري سيما من قبل زعامات الإطار التنسقي والتي قد تعيد حساباتها في حال مشاركة الصدر بالانتخابات المحلية فيما يكشف مقربون من المشهد السياسي عن ملامح انقسامات وتحركات منفصلة داخل قوى الإطار التنسقي الذي يتوقع مقربون أن ينبثق منه تيار أو خط الاعتدال إذ سيجمع بين عدة أطراف داخل التحالف ويستثني آخرين في توجه يفسر بتعزيز الانقسام الحاصل داخل الإطار التنسقي وهو ما يضع حكومة السوداني بحسب مراقبين بدرجة الأولى أمام تحدي التنافر الحاصل داخل الإطار الذي تولى تشكيلها وهو ما يضاف أيضا إلى تحدي آخر يتمثل بترقب تحقيق السوداني لوعوده في المنهاج الحكومي بإنجاح العملية الانتخابية ووعوده كذلك بعملية ديمقراطية نزيهة وشفافة وعادلة تنعكس إجابا على حلول المشكلات في محافظات البلاد ترجمة نانسي قنقر